بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التي كان نصفها الأول يتحدث عن مرحلة من مراحل دعوة النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن بلاغ منه عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب وتتحدث على وجه الخصوص في هذا الباب وهذا البلاغ لوفد نصارى نجران حيث وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الآيات المباركات نزل جلها في أمر ذلك الحدث وتلك الواقعة وكانت أيضاً بعض آياتها في هذا النصف الأول من سورة آل عمران في البلاغ منه عليه الصلاة والسلام والدعوة والجدال بالتي هي أحسن مع من جاوره في المدينة من قبائل اليهود حيث كان بالمدينة عدد من قبائل اليهود بن النظير وبن قريضة وبن قينقاع فتتحدث هذه الآيات المباركات في هذه السورة الكريمة عن هذه المرحلة من بلاغ الدعوة وكان وقوفنا في درسنا الماضي إثر واقعة وقعت من بعض اليهود إذ غاضهم إقبال الأوس والخزرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمتهم وانتهاء ما كان بينهم من الصراع والنزاع والشقاق والفرقة بل ما كان بينهم من القتال والتنازل وسفك الدماء فيما كان بينهم فرحمهم الله عز وجل ببعثة النبي الخاتم وألف بين قلوبهم فكانوا عباد الله إخوانا فغاض هذا الحدث وهذا الأمر فئة ضلت وأرادت أن تضل ولم يكن الأمر قاصرا على ضلالهم بل سعوا في الإضلال فجلس هذا الفريق منهم في مجلس للأنصار للأوس والخزرج وبدأوا في إثارة تلك النعارات السابقة وإثارة العصبية والحمية والتذكير بتلك الثارات القديمة ومجلس حضره إبليس فأثر ذاك الكلام بين المجتمعين وإذا بأثر ذلك يظهروا وبدأت تلك النفوس تتذكر ذاك الماضي وإذا بهم يتواعدون يتواعدون على ماذا؟ يتواعدون على النزال وعلى الصراع وينفض مجلسهم والعزم على ذلك واتتعدوا في مكان فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فخرج إليهم مع من معه من الصحابة وأتى المكان الذي تواعدوا أن يلتقوا فيه ليتنازلوا وأخذوا أسلحتهم وكما وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قل عندما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان رجل أكره علينا من أن يطلع علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريدون أن يرى منهم ذاك الأمر وقد جمعهم الله عز وجل به على الإيمان وعلى الإسلام وعلى أخوة الدين وإذا به عليه الصلاة والسلام بحكمته ورحمته وبوحي السماء يذكرهم ويردهم إلى الحق وما كان ذاك الأمر إلا سحابة صيف عابرة وإذا بهم يعودون إلى الحق وإذا بالسلاح الذي كان مشهورا في وجه بعضهم نحو بعض يلقى على الأرض وإذا بالذراع التي أرادت أن تفتك إذا بها تمتد لتحتضن وإذا بالعين التي كان يتطاير منها الشرر بدأ الدمع يتساقط منها واحتضن بعضهم بعضا ورجعوا إلى الحق الذي كانوا عليه وكتاب الله القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في مدة بعثته لتظهر حكمة هذا التدرج في النزول وها هي هذه الآيات نقرأها ونتذكر ذاك الحدث وتلك الواقعة ونتعلم أول ما نتعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وأن الله عز وجل يريد بالعباد خيرا وأن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل ليجمع القلوب لا ليفرقها وليزكي النفوس لا ليدنسها ولتحصل الأخوة للبغضاء والشحناء والحقد والحسد ولنتعلم أيضا ما هو العلاج الرباني العلاج القرآن العلاج النبوي للفرقة والنزاع ولنتعلم أيضا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته ولنتعلم ولنتعلم كيف كانت حكمته وكيف كان حلمه وكيف كان علمه وكيف كان صبره صلوات ربي وسلامه عليه ولنتعلم ولنتعلم كيف الإيمان الصادق الذي إذا ذكر صاحبه تذكر وإذا روجع رجع القلب الذي يخشى الله إن ذكر تذكر وإن وعظ التعض وإن روجع رجع فها هم في لحظة يتحول الأمر ويعود إلى الأصل إنما المؤمنون إخوة وهذا العلاج القرآن الربان في وقت النزاع قام على أصول عظيمة هي أساس صلاح هذا الإنسان وقفنا في درسنا الماضي مع الأصل الأول فيها وهو تلك الوصية العظيمة التي هي وصية الأنبياء جميعا علمهم الله إياها وأمرهم أن يذكر أممهم بها وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أمته بها تلك الوصية العظيمة التي هي أصل كل خير ومن بع كل عمل صالح من إنسان بنيت فيه تلك الخصلة خصلة كما تبين لنا في درسنا الماضي تقوم مقام الحراس ومقام ومقام الأمرة بالمعروف والنهات عن المنكر وتقوم مقام القاضي وتقوم مقام رجل الأمن إنها خصلة التقوى أن يستشعر الإنسان أن الله رقيب عليه وأن الله عليم به يستحذر معية الله معية الجلال والعظم والكبرياء يستحذر وقوفه بين يدي الله وحساب الجليل جل جلاله له يستحذر عذابه وعقابه ويعلم أنه لا طاقة له بذلك فيثور في نفسه رغبة صادقة في أن يكون بعيدا من ذاك العذاب ويستحذر النعيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين فتشتاق نفسه إليه فيصدق عزمه في أن يلتزم بأمر الله وطاعته تلك هي التقوى تلك هي الكلمة العظيمة التي تكررت في القرآن مئتين وأربعين مرة في إحدى وستين سورة من سور القرآن والله عز وجل يذكر عباده بالتقوى والكلمة والكلمة محل الأمر الرباني والكلمة محل النهي الرباني لو ذكرت مرة واحدة لكان أمرها عظيم وشأنها كبير لأن الذي قالها هو الله ولأن الذي أمر بها هو الجليل سبحانه وتعالى ولأن الذي نهى عنها هو القوي القادر جل جلاله لإن كان هذا الأمر بالكلمة لو ذكرت مرة واحدة في هذا الكتاب العظيم فكيف بكلمة تتكرر في كتاب الله بهذا القدر من العدد تقوى الله وأمر التقوى هنا جاء في أمر الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والمعالجة التي ذكرت هنا لهذه الواقعة قامت لإصلاح الحال في بعدين رئيسيين ولننتبه البعد الأول إصلاح الإنسان في ذاته إصلاح الإنسان في ذاته والبعد الثاني إصلاح الإنسان في التعامل مع إخوانه لا يتحقق صلاح المجتمع المسلم إلا إذا تحقق هذين الصلاحين الأول صلاح الإنسان في ذاته أن يصلح حاله كفرد أن يصلح حاله في علاقته مع نفسه في علاقته مع ربه عز وجل وهذا الأمر محور صلاحه هو التقوى فبالتقوى يصلح المحور الأول في صلاح الناس وهو صلاح ذوات الأفراد حتى نجد أو حتى يكون كل واحد من أفراد هذا المجتمع إنسان صالح صالح في ذاته فهذا الأمر متحقق بقيام صفة التقوى وهذا ما تبين لنا في درسنا الماضي فإذن هذا المحور الأول في الصلاح فلذلك نجد أن القرآن الكريم وهو يعالج ذاك الحدث رجع أول ما رجع لمخاطبة كل واحد وإيقافه أمام مسؤوليته وإيقافه وإيقافه أمام الإلزام الرباني له وهو أن يتق الله وأمر وأمر التقوى ليس أمرا لبعض الناس دون بعض الناس الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بأن يتق الله وهو إمام المتقين فإذا جانب التقوى جانب التقوى لإصلاح ذات الإنسان فيما بينه بالدرجة الرئيسة محور التقوى محور التقوى إصلاح ما بينك وبين الله فيكون منك الاحترام البالغ لأمر الله وشرعه وحكمه والتلقي التام لأمر الله عز وجل وشرعه وحكمه هذا لب ما تصلحه التقوى في الإنسان أنه يكون ويقوم في قلبه هذا الاحترام البالغ لأمر الله ولشرع الله ولحكم الله ويرى 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 أنه أشق ما يكون عليه أن يخالف أمر الله فجانب التقوى إذن هو تحقيق لأعظم ثمرة للتقوى وهو إصلاح ذات الإنسان وهذا الجانب الأول أما الجانب الثاني فهو إصلاح ما بينك وبين إخوانك ما بينك وبين المسلمين ما بينك وبين من وافقوك في الإيمان ما بينك وبين من ماثلوك في الإيمان بالله جل جلاله ربا ومعبودا وماثلوك في التصدير بالنبوة وبالنبوة الخاتمة وماثلوك في التصدير بالقرآن وأنه كلام الله أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وماثلوك في الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار والذين ماثلوك في أعمال العبادات يصلون كما تصلي ويصومون كما تصوم ويحجون كما تحج ويؤدون الشرايع هذه العلاقة مع هؤلاء هي الأمر الثاني فماذا قال ربنا جل جلاله في ذلك فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه الآية الكريمة يخاطب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سعى أولئك المظلين ليثيروا بينهم النزاع والفرقة فحصلت منهم استجابة وموقف فالله عز وجل يذكرهم بهذا الأمر وتضمنت هذه الآية أمورا عظيمة وأصول جليلة جاءت بها هذه الشريعة المباركة الخاتمة لإصلاح حال الناس وعالجت هذه الآية الكريمة وما قبلها وما بعدها تلك الواقعة وأرجعت أولئك إلى الأصل الذي التزموه أن يكونوا عباد الله إخوانا فماذا قال ربنا جل جلاله وما هي تلك العلاجات الربانية التي تضمنتها هذه الآية الكريمة المباركة قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا اعتصموا بمعنى تمنعوا وتحصنوا تمنعوا أن يجد الإنسان وأن يدخل الإنسان نفسه في حصن منيعة الإنسان خلقه الله عز وجل على خلقة يحب تحصيل النافع ويجد لذة في تحصيله ويحب دفع الظار ويجد لذة في دفعه واندفاعه هذا شأن الإنسان وعلى العكس يجد ألما عند عدم تحصيل المنفع ويجد ألما عند حصول الضر وأن هذا الإنسان ساع في تحقيق ذلك فهو حارث همام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكان أصدق الأسماء حارث وهمام والمعنى والمعنى أنك لو سميت كل البشر بحارث بإسم واحد وسميت كل واحد منهم حارث لن طبق معنى الإسم على المسمى إذ كل إنسان حارث ولو سميت كل البشر بإسم واحد همام لن طبق معنى هذا الإسم على كل من تسمى به لأن كل إنسان همام والهمام هو المريد الذي يريد أن يفعل شيئا والحارث هو الفاعل فالإنسان لا يمكن أن يتوقف عن الهم وعن الحر إلى أن يفارق الدنيا فحرث الإنسان وهمه نحو تحقيق النافع ودفع الضاب وكل الناس يسعون إلى ذلك ولكن من الموفق في أن يحقق النفع بكل ما تعنيه كلمة النفع لنفسه ومن الذي يحقق لنفسه دفع الضر بكل ما تعنيه كلمة الضر وهنا يأتي دور العقل فإن كان الإنسان يحمل عقلا سليما أرشده عقله السليم أن هذا الميزان لا يملكه بحق إلا الذي خلق الوجود كله وهو الله وهو الله لأن هذا الميزان يحتاج إلى العلم والله هو العليم وهذا الميزان يحتاج إلى الخبرة والله هو الخبير وهذا الميزان يحتاج إلى الحكمة والله هو الحكيم وهذا الميزان يحتاج إلى الرحمة والله هو الرحيم وله الكمال في ذلك كله فصاحب العقل السليم يسلم لربه فيبني الميزان في قلبه على أمر الله وحكمه ويرضى بذلك ويزن الأمور بنور من الله والله عز وجل بعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنزل معهم الكتاب والميزان والثمر ليقوم الناس بالقسط بالعدل فالله عز وجل يقول لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الموقف وهو تعليم للأمة كلها في كل مرحلة وفي كل زمان يقول واعتصموا تمنعوا وتحصنوا من أي شيء من عدوكم ومن عدونا هل ترك هذا الأمر لنا الجواب لا كما قلنا ماذا قال حاتم الأصم قال نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم قد اتخذ لنفسه عدو قال فقلت يا حاتم من عدوك أنت تعادي من قال قال فرجعت إلى كتاب ربي هذا هو العقل السليم والقلب السليم قال فرجعت إلى كتاب ربي فنظرت فيه فوجدت أنه ليس من أخذ مالي عدوي وليس من شتمني عدوي ولكن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا وإبليس من الجن وهناك من يتأسى بإبليس من الإنس فيكون على طريقه ويأخذ صفته فذاك هو العدو فهذا الذي جاء بين هؤلاء الذين كانوا في مجلس على الأخوة والإيمان وفرق بينهم وحول الألفة إلى نزاع ذاك العدو إذا لا بد من التحصن منه وهنا نتعلم كيف القرآن الكريم يوجد هذا الحاجز النفسي فيما بينك وبين أعدائك ويعلمك موطن العداوة أين وأن تعرف كيف تعرف عدوك وكيف تقوم عدوك إذن هنا هذا العدو الذي أراد أن ينقلهم من الاجتماع إلى النزاع والفرقة هذا هو العدو الذي أراد أن يثير تلك النعرات والعصبيات إذن عدو لا بد من التحصن عنه إذن هذا واعتصموا تمنعوا وتحصنوا ممن من عدوها أنتم قد عرفتموه وتعلمتم كيف تعرفون عدوكم إذن بكلمة اعتصموا أوجد عندهم الشعور بالحاجة للتحصن من عدو أصبح معلوما معلوما بفعله فعندما وجدت الحاجة بالحصن ووجود الحاجة من أكبر الأمور المحفزة للنفس أن تتقبل ما يسد الحاجة فابتدأ بقوله واعتصموا لإيجاد الحاجة والدافع لطلبها ثم أين هذا الحصن الذي لا بد أن أتحصن فيه من هذا العدو قال الله عز وجل بحب لله هذا هو العاصم من ذاك العدو واعتصموا جاء الخطاب بالجمع والمراد أن يدخل الجميع في ذلك الحصن وأن يتحصنوا فيه فقال واعتصموا بحبل الله قوله بحبل الله ما المراد به هنا هنا نظر العلماء علماء التفسير لمعرفة ما المراد هنا بحبل الله فنظروا إلى القضايا الكبرى والأمور العظيمة التي تتحقق بها النجاح بموجب إخبار الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال بحبل الله أي القرآن فإن هذا القرآن حبل فيما بينك وبين الله ممدود إلى السماء وجاء النص بذلك فمنهم من قال بحبل الله بالقرآن أي اعتصموا بالقرآن والمراد التزموا ما جاء في القرآن فهو العاصر ومن العلماء من قال بحبل الله أي بعهد الله وعهد الله هناك العهد الأول والميثاق الأول وما هو الميثاق الأول وهل هناك عهد أول وعهد ثاني العهد الأول هو ذاك الميثاق العظيم الغليل الذي أخذه الله جل جلاله من البشر كلهم قبل أن يولد الناس من بطون أمهاتهم استخرجهم الله ونثرهم بين يديه قبل وكان ذلك بنعمان أي عرف وأشهدهم على نفسه ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا العهد والميثاق أخبر الله جل جلاله البشر في ذاك الموقف أنه سينزل التذكير به في الكتب وسيذكر به الرسل يذكرون الناس ففي الكتاب ذكرنا الله بهذا العهد والميثاق فقال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ فالله ذكرنا والنبي صلى الله سلم ذكرنا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبل وكان ذلك بنعمان أي عرف وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا والمطلوب أمام هذا العهد كلمة واحدة ما هي الوفاء وبعهد الله أوفو بعهد الله أوفو فإذا هذا الذي يريد منهم أن يفارقوا طريق الإيمان يريد أن ينقلهم من الوفاء الذي أدخل أنفسهم فيه بالإسلام ينقلهم إلى الغدر وعدم الوفاء فلذلك قالوا من العلماء المقصود العهد هناك عهد ثاني نعم عهد الإسلام عهد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عقد والإسلام ميثاق والعقد والميثاق لا بد من الوفاء به فلذلك من قال أن المقصود بحبل الله أي بعهد الله وأمره ومن العلماء من قال المقصود بحبل الله جماعة المسلمين أهل الإيمان أن القضية قضية افتراب فالحل في ماذا في جماعة المسلمين واجتماعهم ومنهم من قال بدين الله ومن نظر في هذه الأمور المذكورة كلها محل القبول وليست محل التضاد وكلها كل واحد منها يقود إلى الآخر ويكون هذا كما يسميه العلماء خلاف التنوع أي كل من أهل العلم ذكر جانبا من الجوانب هي توصل إلى ذلك الأمر المراد وسمي ذلك الأمر حبلا لأن الحبل سبب سبب يوصل بين البداية والبغية تريد شيئا فتسلك سببا إن سلكته وهو السبب الحق يوصلك إلى بغية فسمي ذاك الأمر حبلا باعتبار أن الحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى البغية إلى المراد وما وما المراد التمنع والتحص حتى لا يقع الإنسان في الهلكة وحتى ينجو ينجو فلا يقع في الهلكة واعتصموا بحبل الله جميعا الخطاب اعتصم جمع ومع ذلك جاء التأكيد بقوله جل جلاله جميعا جميعا فهو خطاب للجميع لعموم الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك هو خطاب لعموم المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا والافتراق شر والاجتماع بين أهل الإسلام خير فالله عز وجل يأمرهم بأن يجتمعوا وينهاهم أن يفترقوا وهنا لو رجعنا إلى هذه الشريعة العظيمة وأخذنا كلمة والأمر الرباني هنا بالاجتماع وعدم الافتراق فإننا نرى العجب العجاب كيف تربي هذه الشريعة المباركة على الاجتماع وكيف تحذر وتبعد أهل الإسلام من الافتراق لو امتثل الناس لتلك التشريعات لكان كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما كانوا في ذاك الإخاء والاجتماع وإن حصل النزاع ما أسرع أن ينتهي حال التذكير بالكلمة الواحدة أبو ذر رضي الله عنه عندما كان في مجلس وتحدثوا وتكلم بلال رضي الله عنه فحدثت لحظة ضعف فقال حتى أنت يبنى السوداء لك في مجالسنا ما قال قام بلال مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له قولة ذهبت مع أيام الجاهلية وانتهت وأبو ذر أدرك في لحظتها أن نفسه الأمار دفعته إلى عمل خاطئ وإذا به يقوم مسرعا خلف بلال وبلال سبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما سمع فعندما دخل أبو ذر قال يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية بعد لم يتصف ذاك العقل من تلك الشوائب السابقة فإذا بأبي ذر يجلس على الأرض ولا يرضى أن يقوم ويطلب من بلال أن يضع قدمه على خده وما فعل ذلك بلال بل رفعه واعتنقا وكم في هذا التشريع العظيم لبناء مجتمع المسلمين على الألفة والأخوة والمحبة ومعالجة أي نزاع ينشأ ويطرأ فيقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا بمعنى لا تختلفوا في الدين كما اختلف أهل الكتاب لا تختلفوا كما اختلف أهل الكتاب لا تختلف لا تفترقوا ولا تفرقوا أي لا تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكونوا معا وتجتمعوا حول وتطيعوا أمر وتنصرو لذلك يقول أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ويخبر كيف كان أن من المفسرين من قال ولا تفرقوا أي لا تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا معه وتطيعوا أمره كونوا معه حيث كان يقول أبو أيوب وقد كان في غزوة للمسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا برجل ألقى بنفسه في وسط العدو فقال بعض الناس فلان ألقى بنفسه إلى التهلك والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فسمعها أبو أيوب قال والله ما في مثله نزلت ليست في هذه الحال ولكن نزلت فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وصدقناه وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات حتى إذا كنا معه في غزوة تبوك ففي طريق رجوعنا والطريق طويل قال تذاكرنا وقلنا جاء رسول الله سلم إلينا وآمنا وآمنا به وصدقناه ونصرناه وتركنا لأجله كل شيء حتى خربت مزارعنا فإن رجعنا إلى المدينة نصلحه قال فأنزل الله فينا وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلِيكُمْ الله اصطفاكم واختاركم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فقوله وَلَا تَفَرَّقُوا فَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ مَنْ قَالْ لَا تَفَرَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولذلك كان شأن الصحابة رضوان الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه أنه لا يغيب عنهم فترة قصيرة إلا يقوموا يبحثون عنه ويسألون عنه وَلَا تَفَرَّقُوا فإذن في هذا النص في هذه الكلمة حكم واضح بذنب الفرقة كما في قوله اعتصموا جميعا حكم واضح بوجوب الاجتماع والإئتلاف ثم يقول الله عز وجل وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَذَكُّرُوا تَذَكُّرُوا النِعَمُ وَعَدَمُ النِسِيَانُ وَأَوَّلُ وَاجِبٍ على العبد شُكْرُ الْمُنْعِمْ وَنِعْمَةُ اللَّهِ على الإنسان تَسْبِقُ عَمَلَ الْإِنسَان وتُحِيطُ بِعَمَلِه وبعد عَمَلِه فالله أنعم على الإنسان قبل أن يعمل وقبل أن يكون عمل أنعم على الإنسان وهو جنين أنعم على الإنسان وهو طفل أنعم على الإنسان وهو ضعيف وأنعم على الإنسان وهو يعبد الله وأنعم على الإنسان بعد عبادته لله وعدم التذكر مشكلة والإلف سبب لإن لم يتنبَّه له الإنسان يدعو إلى عدم التذكُّر فليحذر الإنسان من إلف النعم فلا يتذكَّرها ولا يشكر الله عليها الحذر كل الحذر ولذلك تتعجَّب الناس قد يتوجَّه للشكر في النعمة الطارئة وينسى أن يشكر الله على النعم الدائمة وأيها أعظم وأيها أكبر وأيها تدل على العطاء العظيم من الله النعمة الدائمة لكن الإنسان ينسَ فالله عز وجل يأمر بالتذكُّر والتذكُّر قضية عظيمة ومنهج وطريقة قرآنية لتربية الإنسان المسلم ودلالة التذكُّر المحاسبة فالمحاسبة طريقٌ للتذكُّر فالله عز وجل يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في ذلك الحدث يقول لهم واذكروا نعمة الله نعمة الله ونُسبت النعمة إلى مُسديها الحق وهو الله جل جلاله واذكروا نعمة الله عليكم خُصُّوا بالذكر فما هي تلك النعمة إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم نسيتم ما كنتم عليه قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم قتال وحرب تستمر بينكم أكثر من مئة سنة أكثر من مئة سنة يذكر علماء أنها بلغت مئة وعشرين عام بين الأوس والخسر صراع متتابع وأرواح أزهقت ودماء وتيتيم أطفال وترميل نساء وإهدار أموال مئة وعشرين عام والله عز وجل جمع بين قلوبكم بهذا الدين بهذا النبي بهذا القرآن كيف لا تذكرون هذه النعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم والتعبير هنا إذ كنتم للماضي لا تعودوا إليه وأنه ليس ولا ينبغي أن يكون حاضركم فضلا من أن يكون مستقبلكم إذ كنتم أعداء وإنما الحاضر والمستقبل فألف جمع جمع تلك القلوب فألف بين قلوبكم وهذا أيضا يعطينا دلالة على أن أساس الصلاح صلاح القلب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب محل التعقل لأن الله أضاف التعقل إليه أم لهم قلوب يعقلون بها وقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلذلك أساس صلاح الإنسان صلاح قلبه ولذلك هنا الله جل جلاله ليبينا لهم أن النعمة عظيمة إذ كانت كانت النعمة أن الله جعل ذلك في القلوب وليس فقط في السلوك والأعمال تبع لما في القلوب أعمال الجوارح تبع لما في القلوب فقال الله عز وجل فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والأعمال تبتدئ من الصباح ونسبة العمل إلى الصباح تعطي دلالة الإشراق وتعطي دلالة الاستدامة والبقاء فأصبحتم بنعمته فصرتم بتلك النعمة التي أنعم الله بها عليكم إخوانا وهذا الإسم كان الناس يجتمعون على أسباب متعددة يجتمعون بعلاقة النسب ويجتمعون بعلاقة القبيلة ويجتمعون بعلاقة الجوار ويجتمعون بعلاقة الاجتماع في المكان وتلك أسباب لأن الإنسان ضعيف بنفسه طموح بآماله ولا يستحق ولا يستطيع أن يحقق غاياته لنفسه بوحدي سأل الله أن أكمل في درس القادم أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا